احتفت هيئة البحرين للثقافة والآثار بيوم السياحة العالمي عبر برنامج مسائي في مدينة المحرقة التاريخية وبهذه المناسبة قالت معالي شيخ ميبنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار إن يوم السياحة العالمي هذا العام يأتي بشكل مختلف عن الأعوام السابقة فنحن على أعتاب مرحلة التعافي من فترة شهدت أزمة صحية عالمية أثرت على جهود التنمية المستدامة بشكل عام وعلى قطاع السياحة بشكل خاص مضيفة أن الاحتفال بهذا اليوم وفي هذا التوقيت وفي موقع مسجل على قائمة التراث العالمي الإنساني يعكس إيماننا بأن الثقافة رافعة للتنمية المستدامة وأداة ارتقاء بمجتمعاتنا المحلية وأكدت معاليها أن مدينة المحرق تشهد عملية تنمية متواصلة تهدف إلى استعادة ذاكرتها الثقافية الأصيلة ومكانتها كمركز إبداع وإنتاج حضاري إضافة إلى لفت أنظار العالم إلى نموذج تنموي يتخذ من الثقافة ركيزة وأساسا لتعزيز بنيتها التحتية الثقافية المادية وغير المادية على صعيد متصل وخلال محاضرته في مركز زوار موقع مسار اللؤلؤ أكد البروفيسور روبارت كارتر الأهمية التاريخية للموقع كثاني مواقع البحرين المسجلة على قائمة التراث العالمي موضحا أن سلسلة المباني التاريخية التي تشكل المسار ستعمل كمصدر للتنمية والاستثمار في مدينة المحرق لسنوات مقبلة ترجمة نانسي قنقر